يلا طلابس الفيديو الثاني مع المحاضرة المناعة الثالثة مرحلة ثالثة جامعة العين الخلايا المناعية المخصصة ما دام خلايا المخصصة يعني صار هذا شنو بعد صار انتبادي وانتجي واحد مخصص الثاني يعني اليوم الجسم ينتج انتبادي ضد مرض التيوبركالوزز او بكتلة التيوبركالوزز اذا هو ما شريه التيوبركالوزز يريد يقتله او لاقيتها مثلا مرض ثاني ما لا علاقه بها فقط تيوبركالوزز ليش لان المستقبلات مال انتبادي مصممة على الانتجين بس خوش يلا حسنا انا اقول لك الميور رسبونس للاتجاب المناعية اتشركتها المميزة باي ذير سبيسيفيسيتي تخصص فور انتجين لانتهاي الاتجاب المناعية مخصصة لانتجين معين يعني مو قوتره خوش الخلايا الانفوسيات الهي البي والتيسيل وش الذي اكسبريز تعرض هذا انا ما اريده ومهم ترى بس اذا راح ناخده بالتفصيل نجيل هنا هناك عائلتين اساسيتين من الانفوسيات يهي الاي الانفوسيات درايفت المشتقة من الخلايا الجذعية الناشئة من بون مرو ووز ماتوريشن اللي تنضج اعتمادا على الثايموس يهي التسيل المفروض هستة هذه القطر اللي تونقراته كلها حافظة ليش خلناها بالمحاضرة واحد اثنين وقلنا التي لاينفوسيات راح تنشئ بالبون مرو لا تنضج اساسيتين بالغدة السعترية الوحيدة اللي تنضج بالثايموس خوش انت حسنا هذا قالت الاي بي سي حسب المعلومات حسنا المعلومات الثانية عن الليينفوسيات ويش الذي تتمايز انتبورسة البورسة البورسة اللي هي المنطقة اللي موجودة بالطيور اذا تذكرها البورسة فاي بريسيوس انتبيرد بالطيور هاي هنا تلاينفوسيات ينضج بالثايموس وهنا ينضج بالطيور ينضج بالبورسة فيبرسيس عند بون مرو عند ماملز ويش الذي بيلاعين في ساعد هنا جاني يقول لك يقول لك يا بترال بيلاعين في ساعد هذا بالطيور ينضج بالفايبرسيس بالماملز بالثديات ينضج ببنطقة البون مرو والتيسير ينضج بالثايمس خلص سي المناعة في وسط خلايا عند البليت تلعب toca وثيرو ويدور بقية أساسي انذا تنظيم اهان ميلاعين في ساعد ما انظر على الحكوم البيلاعين في ساعد انظر انذر اهان هان هاذا تلايان في ساعد اتزودنا بمناعة بواسطة الخلايا مهم كلش اما مناعة بواسطة الخلايا اما البيلاعين في ساعد فبرودكشن إنتاج الانتوبادي يعني موقع خلايا انتوبادي مباشرة هاي خلص خوش هالستي لاين في ساعة يقل يقضي CD3 موليكول جزئة CD3 طبعا ذلك CD3 و CD4 ذلك شلون موصلات للرسائل تود رسائل من خلية الخلية بلاي تلعب دوره مهم عنده ترانسدكشن إرسال اكتفيشن التنشيط يعني إرسال إشارات التنشيط وتقلل الريزولت ناتجه from the encounter TCR وش أنتجين encounter يعني ارتباط أو وصول أو ربط شو يعني TCR TCR مستقبلات خلايا T R receptor CCL T خلايا T فوش اللي هي هاي TCL هاي المستقبلات شو هي مستقبلات خلايا T هاي الخلايا تروح ترتبط بالأنتجين تأخذ المعلومات من عندها وين تروح ترجع تلزق بالTCL تضطيها المعلومات حتى TCR تروح لنبيسة وضيلا سويلي كذا وكذا أنتجي هي حد خوش الأنتجين وخلصنا خوش هسه نقلب بوركة TCR رح تتعرف على بيس قطع أو في الأنتجين اللي هو البيبتايت الاسيتشويتد مرتبط مع الأم أتسي سواء تقول شن هي عن الأم أتسي شو نشوف بار هاي الخلية خوش لولا هاي خلية مصابة بها أنتجين خوش لولا زين يجيها الأنتجين بريزنتين كسيل شن الأنتجين بريزنتين كسيل لا يجان على البالي والله هنا 3 و 4 الانتجين بريزنتين كسيل هاي الانتجين بريزنتين كسيل راح تطبل لجوال ذب شغلات هج أول هاذ شنو هاذا هاذا هسه أنتجين هذا جسم غريب الانتجين بريزنتين كسيل راح ياخذ مننا قطعة بروتينية معلومة يعني ياخذ معلومات يعرفها من يا عمان شلون يقتله شنو الانتجين راح تعرض على شنو على سطح الخلية المصابة بواسطة شنو الام اتش سي هنها الام اتش سي شلون اللوحة شلون العارضة شلون لوحة المعلومات يا بترى انا خلية مصابة واللي ضاربني او اللي مأذيني او اللي صايبني هو كذا وكذا وكذا هاي القطعة الانتجينية مالتا والقطعة البروتينية مالتا سيجمنوا الـ TCR تي سي اار راح ياخذ هاي المعنوات من الام اتش سي وان يروح لـ TCL الـ TCL بعد تصرف امامها طريقين اما تحفز الخلايا اللي هي نيترال كالورو ماكروفيج وغيرها يروح اني قتلا واما تحفز الـ BCL اللي يروح لـ بلازمة سيل اللي يسون ان انت بوده ويرجع لان ان ت بوده يقتل هاي الخلية هاي السهل في كرها تمام الولا تتعرف على قطعة الانتجين المرتبطة مع MFC موليكل تعرضها على CBI و TCL هنا CD4CL الخلال المساعدة الخلال المساعدة الخلال المساعدة الخلال المساعدة تضخيم الميوروسبتر مرتبطة مع الكبس الساعدة الخلال المساعدة هناك العديد من الفروع هناك العديد من الفروع مثل TH1 TH2 TH17 ممكن تصير TH1 TH2 هي نيف يعني عذراء بعدها ما متخصصة فممكن تصير اي واحد من ذلك تتخصص حسب الاحتياج خوش CD8 طبعا ما عندنا شيء بالCD8 تتضمن C-MDATI المناعة بوسط خلايا نكلو تتضمن C-MDATI المناعة خلوية 2 بكتريا للبكتريا والفيرل العوامل البكتريا والفيروسية و رفض التطعيم رفض رفض التطعيم رح تأخذها بالمرحلة الرابعة بالمناعة اخر محاضرة لمحاضرة رفض التطعيم رفض التطعيم رفض التطعيم رفض التطعيم وتؤخر الhyper sensitivity فرط الحساسية ذن كرين يهل يسويهن يسويهن الCD8 تحفظهن بعدين قال لك CD8 تتضمن سيتوكين سيتوكين بكميات اصغر تمام لو لا اكو واحدة عندنا تنتج السيتوكين بكميات اكبر معقولة ما كاتبها بس لحظة معقولة ما كاتبها يا اخي شو ما كاتبها ما اقتناعت خاف واحد يلقاها منكم اكتب ليها بالتعليقات خاف ان ازل الفيديو يخلازم اكو CD4 تنتجنا سيتوكين بكميات اكبر ايه ما اجعل يلا فهي تنتج السيتوكين بكميات اقل تمام ويقلك تعتبر سببوليشن انكلوت سببوليشن فرعية انكلوت ضمن مجرية الغالبية العظمى او سيتوتوكسك افكتر اذا التأثير السموي مال تلينفوسايت اغلبة يجي من هاي رسبتر اللي هي CD28 هذا شي سوينا ما اليه مايكروفيت مايكروفيت سياريس بمساعين سياريس يعني تعريض سنقوم بتنشطنا ال B7 لان نشطنا ال T4 CD40 هذا CD40 و CD40L هي مزدوجات و بين هنو و بين T4 و بين T4 ما قلنا بعمل تنشط تلعب دور مهم بواسط CD40 وCD40 مع الماساعدة بين المساعدة بين الـ T-Lineurside مع أذر المنشل يصطل لك يصطل لك تلعب دور مرتفع بين الـ T-Lineurside و الخلايا المناعية الأخرى من الإطارات مثل من دور قاتل لك الزل يعني يصطل لك تلعب دور مرتفع بس هل لديه أنا ما فهمت لين هو ساد القوس بعد يلطيك المعلومة تمام خلصت المحاضرة